وكالة فيتش ترفع من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بالنسبة للعام 2024 لكنها تخفض ذات النقطة بالنسبة لاقتصاد العام 2025 فكيف كانت التوقعات بالنسبة للعام الجاري كانت التوقعات سابقا عند الـ 2.4 النقطة المئوية لكن فيتش ترفعها إلى الـ 2.6 في المئة وذلك لعدة أسباب سوف نأتي على ذكرها بداية والسبب الأول والرئيسي والمتعلق بمنطقة اليورو فيتش ترى هناك تحسين في الثقة وذلك بالنسبة لتعافي الاقتصاد الأوروبي لذلك هي الأخرى ترفع من توقعاتها لنمو الاقتصاد في المنطقة الأوروبية إلى 18 النقطة المئوية وذلك بعد توقعات سابقة عند الـ 16 النقطة المئوية لكن من منطقة اليورو إلى الصين هنا كان الخلاف والنقطة البارزة التي عملت هذه الاستدارة نحو التوقعات الإيجابية بالنسبة للعام الجاري بسبب انتعاش قطاع التصدير بشكل كبير في الصين فيتش ترى أن التوقعات الحالية بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني عند الـ 4.18 النقطة المئوية قياسا بتوقعاتها السابقة عند الـ 4.5 النقطة المئوية لكن ماذا عن دور الأسواق الناشئة باستثناء الصين هنا هي الأخرى مع قوة زخم الطلب العالمي على صدرات هذه الأسواق هي الأخرى في ترى أنه سوف ينمو عند الـ 3.17 النقطة المئوية قياسا بتقديرتها السابقة لنمو اقتصاديات الأسواق الناشئة عند الـ 23 النقطة المئوية لكن ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية فيتش تثبت التوقعات بالنمو عند الـ 22 النقطة المئوية وذلك بسبب رئيسي ومباشر ترى فيتش وهو ضعف نمو الاقتمان في الولايات المتحدة الأمريكية كان هذا في العام 2024 ماذا عن العام 2025 فيتش تخفض من توقعاتها لنمو الطلب العالمي بشكل عام في العام 2025 عند الـ 24 النقطة المئوية بالنسبة للصين ترى أن النمو سوف يكون عند الـ 4.5 في المئة في منطقة اليورو بـ 1.5 النقطة المئوية وذات الرقم بـ 1.5 النقطة المئوية بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ماذا عن التوقعات المختلفة بالنسبة لمعدلات الفائدة فيتش ترى أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بخفض معدلات الفائدة ثلاث مرات متتالية بينما ترى الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية بمرتين وذلك بالنسبة للاجتماع القادم في سبتمبر والاجتماع الذي بعده في ديسمبر لكن من النقاط الواضحة في قراءة فيتش الأخيرة وهي المتعلقة بمعدلات التضخم فيتش ترى أن بقاء معدلات التضخم مرتفع بالنسبة لتضخم الخدمات نتحدث هنا تفصيلا عن استمرار ارتفاع إجارات المساكن وكذلك ارتفاع التكليف على العمل بنسبة عامة إذن كانت هذه مرئيات لاقتصاد العالمي تحت مجهر وكالة فيتش ترجمة نانسي قنقر